حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة في الله كيف تكسب محبة الله تبارك وتعالى الحقيقة كثير من الناس يسألونني أسئلة متنوعة ولكن خلاصة هذه الأسئلة كيف يصل الإنسان إلى مرضات الله كيف يتقرب من هذا الخالق العظيم يقولون لا نشعر بالقرب من الله لا نشعر بالسعادة الغامرة التي يعني تنتاب الإنسان عندما يحس أن الله قريب منه طيب نحن ردينا آية عظيمة الله تعالى يقول فيها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فهذه آية عظيمة تؤكد لنا أن الله قريب منه طيب آية الثانية الله تبارك وتعالى يقول وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ نحن أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إذن الله أَقْرَبُ إِلَيْنَ مِنْ أَنْفُسِنَا وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ كُلْ إِنْسَانَ إذن أول شيء لتشعر بمحبة الله يجب أن تشعر بالقرب منه هذا الإله العظيم إذا أردت أن تشعر بالقرب منه يجب أن تبحث عما يرضي هذا الإله كيف يرضى عنك سبحانه وتعالى طيب هذه مجموعة من التساؤلات على شكل سلسلة يعني كل سؤال يقودك لسؤال آخر كل جواب يقودك لجواب آخر فإذن أيها الأحبة يعني أنا أريد أن أتقرب من الله أشعر بمحبة الله عز وجل القضية ليست هي بسيطة جدا ولكن تحتاج إلى معرفة بالله عز وجل أن تدرك من هو الله أولا أن تدرك من هو هذا الخالق العظيم رب السماوات السبع سبحانه وتعالى ما هي قدرة الله سبحانه وتعالى هذا الإله القادر هل يستطيع أن يرزقني حتى من دون عمل يجب أن تكون ثقتك بالله أكبر من ثقتك مما في يديك هل الله قادر أن يشفيني نعم هل الله قادر أن يخلصني من هذه المعاصي نعم هل الله قادر أن يتوب علي أن يرزقني رزقا واسعا أن يشفيني شفاء تاما هذه الثقة هي أساس القرب من الله الذي يقودك إلى محبة الله سبحانه وتعالى إذن أحبتي في الله القضية ليست قضية سهلة يعني واحد زائد واحد ساوي اثنان يعني القضية ليست أن تقول إذا فعلت كذا وكذا وكذا تشعر بمحبة الله أو بالقرب من الله تحتاج أولا لمعرفة الله أنت إذا أردت أن تتعرف إلى إنسان نقول لك مثلا إذا كان مؤلف اقرأ كتبه إذا كان إنسان متاح أن تراه نقول لك عاشره واستمع إلى كلامه ماذا يقول لتعرف شخصيته لتعرف من هو لتعرف حدود قدرته طيب الله عز وجل أنزل علينا كتابا هو القرآن هذا من رحمة الله بالبشر جميعا أنه نزل علينا هذا القرآن العظيم رحمة وذكرى وبشرى للمسلمين هذا الكتاب العظيم أيها الأحبة فيه تبيان لكل شيء وهذا الكتاب طبعا تستطيع من خلاله أن تعرف من هو الله تستطيع من خلال هذا الكتاب العظيم أن تدرك قدرة الله عز وجل يعني عندما يقول الله لك إن الله على كل شيء قدير بعد أن تقرأ هذه الآية وتتعرض لمشكلة ما في حياتك وكلنا يعاني من مشاكل يومية طيب هل استوعبت هذه الكلمة إن الله على كل شيء قدير هل استوعبت أن هذه الآية العظيمة تشير إلى قدرة لا حدود لها طيب هل الله قادر أن يحل مشكلتك هنا القضية إذا التجأت إلى الله مباشرة وإذا يعني قلت يا رب وإذا وثقت بالله سبحانه وتعالى فهذا يعني أنك ستلجأ إلى الله في حالة الشدائد وأنت واثق أنه سيحل مشكلتك إذا لم تكن واثقا من أن الله قادر أن يحل مشكلتك فلجأت إلى فلان وفلان وفلان وذهبت إلى فلان وذهبت إلى فلان تلتجأ إلى عباد الله عباد أمثالك لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا إذا لجأت إلى هؤلاء العباد إذن أنت لم تفهم قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير هذا باختصار ولكن في حال أنك أول ما أصابتك هذه المشكلة لجأت إلى الله بمجرد أن أصابك هم أو غم أو ضيق رزق أو حتى عندما ترتكب معصية يجب أن تلتج إلى الله لأن الله هو الذي يغفر الذنب هو الذي يعفو عنك إذن بمجرد يعني أدرس نفسيتك أدرس ردود أفعالك عندما تصاب بأذى بمشكلة بمرض بأي شيء اسأل نفسك هل أنا ألتج مباشرة إلى هذا الخالق العظيم إذا كان الجواب نعم إذن أنت فهمت الآية والله سيجيرك وسيشفيك وسيحل مشكلتك وستشعر أن الله قريب منك وبالتالي ستشعر بمحبة الله لأن البعد عن الله يجعلك يعني بعيدا عن الشعور برحمة الله والقرب منه ومحبته عز وجل فأهم شيء أيها الأحبة التطبيق العملي لآيات القرآن عندما أقرأ أنا مثلا آية في القرآن العظيم يقول الله تعالى فيها على لسان سيدنا إبراهيم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ من الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى وإذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ هذه ثقة سيدنا إبراهيم لذلك استحق أن يقول الله عنه واتخذ الله إبراهيم خليلا كان خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام لثقته الشديدة بالله ولقربه يعني هو قريب جدا من الله نحن نقول في اللغة الخليل هو الذي تخلو به يعني تقترب منه كثيرا وتخلو به هل حاولت أن تخلو مع الله عز وجل هل حاولت أن يعني في ليلة من الليالي تناجي هذا الإله العظيم انظروا إلى نداء سيدنا زكريا أيها الأحبة نادى ربه نداء خفية نداء خفي لا أحد يراه لا أحد يسمعه إلا الله سبحانه وتعالى في ظلمات الليل والله أعلم خلا بربي فقال يا رب طلب منه أن يهب له وليا ولكن الله وهبه الغلام على الرغم من أنه جاوز الثمانين إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وامرأته كانت عاقر إلا أن الله وهبه الغلام لأن الله قادر على كل شيء وهبه سيدنا يحيى عليه السلام فإذن أيها الأحبة الثقة بالله تفعل الأعاجيب الثقة بالله هي التي تشعرك بالقرب من هذا الإله العظيم هي التي تشعرك بأن الله يحبك بأن الله قادر أن يستجيب دعائك قادر أن يشفي قادر أن يرزقك قادر أن يحميك ويحل جميع مشاكلك مشاكلنا تافهة بالنسبة لله عز وجل مشاكل العباد ليس العباد مشاكل الكون كله كل الكائنات في الكون مشاكلها بسيطة جدا بالنسبة لهذا الخالق الذي خلق هذا الكون وبالتالي عندما تضع همومك ومشاكلك بين يدي الله سبحانه وتعالى تتبرأ من حولك وقوتك وتلتجئ إلى الله عز وجل إلى قوة الله لا حول ولا قوة إلا بالله هكذا هكذا ستكون يعني تستشعر عظمة الخالق والقرب منه ومحبة الله إذن الشعور بمحبة الله عز وجل الشعور أيها الأحبة يأتي نتيجة سلسلة من الإجراءات أول شيء أن تفهم كلام الله وأن تستيقن بهذا الكلام العظيم يعني الله تعالى عندما يخاطبك ويقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يجب أن تعتقد بنسبة مئة بالمئة أن الله قادر أن يرزقك بعمل بدون عمل بأسباب بغير حساب هذه يجب أن تكون ثقتك بالله كل آية تستمع إليها يجب أن تستيقن بها هذا أولا إذن الخطوة الأولى أن تتعرف على الله وصفات الله من كتاب الله عز وجل الصفة الثانية أن تطبق هذه الأوامر التي أمرك الله بها يعني أنت تريد أن ترضي هذا الإله كيف تعرفت إلى الله تعرفت إلى خالق عظيم رحيم كريم طيب الآن تريد أن ترضي هذا الإله كيف ترضيه يجب أن تبحث عن الأعمال التي يرضى بها عنك أقيموا الصلاة ألتزم بالصلاة آتوا الزكاة ألتزم بالزكاة وقولوا للناس حسنا لا تخرج من فمي إلا كلمة طيبة حتى في حق الملحدين لا أقول إلا كلاما حسنا وقولوا للناس من الناس يعني الملحد من الناس الكافر من الناس المؤذي من الناس وقولوا للناس حسنا الله يأمرني أن أبر الوالدين واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة بالفعل أتذلل أمام والدي وأحاول أن أكون في قمة الطاعة لهما وقمة التذلل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة أكثر من الدعاء لهما كل الآيات التي أمرني بها ألتزم بها طيب قل المؤمنين يغض من أبصارهم هذا يرضي الله الله يحبني إذا غضبت بصري عما حرم الله إذن ألتزم بهذا الأمر الإلهي فأغض بصري عن محارم الله وعن الأشياء التي لا يرضاها الله ولا يريدها وبالتالي لأحظى برضى الله الذي يقودني إلى محبة الله سبحانه وتعالى كل أمر أمرني القرآن به وكل نهي نهاني القرآن عنه يجب أن ألتزم بأمر الله بأوامره ونواهي لأن هذا هو الطريق نحو رضى الله ومحبة الله أنت إذا أحببت شخص ويحب أكل معينة طعاما معينا تجد نفسك تحب هذا الطعام بسبب محبتك لشخص طيب كيف بمن يحب الله عز وجل خالق الكون الرحمن الرحيم أعظم لا يمكن أن تتصور عظمة الله ولكن هو أعظم شيء وأجمل شيء وأرحم شيء يمكن أن تتخيله ورحمتي وسعت كل شيء فهذا الإله العظيم عندما تتعرف عليه من خلال كتابه الخطوة الثانية أن ترضي هذا الإله الخطوة الثالثة أن تشعر بالقرب منهم فكلما تقربت إلى الله بهذه الأعمال الصالحة تشعر أن الله قريب منك الآن عندما يكون الله قريبا منك مرحلة القرب هذه تبدأ يعني تستشعر لذة إجابة الدعاء ولذة الحب محبة الله لك تشعر بقيمتك عند الله ولقد كرمنا بني آدم تشعر أنك مكرم تشعر أنك مستجاب الدعوة تشعر أن الله يهتم بك لست مخلوقا عبثيا مرميا في أطراف هذا الكون لا أنت لك قيمة عند الله الله يباهي ملائكته فيك عندما تذكره وتستغفره إذن أربع مراحل للوصول إلى محبة الله أولا أن تعرف من هو الله من خلال القرآن وهذا لا يحدث إلا إذا تدبرت القرآن البحث عن رضا الله كيف ترضي الله من خلال تطبيق أوامر الله عز وجل ثالثا القرب من الله لا يحدث إلا بعد أن تطبق تعاليم الله في كتابه والخطوة الرابعة والأخيرة ستشعر بمحبة الله عز وجل نتيجة استجابة الدعاء نتيجة الأشياء التي تمر بك وتدرك أن الله استجاب دعائك وبالتالي ستكون عند ذلك مستشعرا لمحبة هذا الخالق العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه وأن يرزقنا محبته إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق